السلام عليكم الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبيت التنين نوعا ما فكرتني وعبارة عن مرآة لحلقة سابقة شفناها وهي حلقة التاسعة من الموسم الأول في الحلقة التاسعة من الموسم الأول احنا عشنا نتائج موت الملك بسيرس في الحلقة الثانية من الموسم الثاني احنا بنعيش نتائج موت ولد الملك ايغون جهيرس وضروري نفتكر مع بعض شوية أحداث من الحلقة التاسعة لأنها بتأثر على أحداث مهمة صارت معنا في الحلقة الثانية من الموسم الثاني الحلقة التاسعة وبعد موت دي سيرس صار عندنا خلاف واختلال في موازين القوة للمجلس الأخضر أليسنت وأبوها أوتو هايتاور اختلفوا اختلاف كبير هذا الخلاف نتج عنه سباق مهم جدا في الحلقة التاسعة لإيجاد إيغون مم وروعنا وسبق وتكلمنا عن الحلقة التاسعة لكن اللي همنا أنه في تلك الحلقة كان مكلف الحارس الشخصي لإيغون بإيجاده وقتها تعرفنا على شخصيات التوأم إيريك وأريك أريك كان عنده طاعمية لإيغون وبالتالي طاعمية للملك الثاني هو إيريك كان عكس أخوه تماما ما كان شايف أنه إيغون يستحق أنه يكون ملك لأنه شاف كل تصرفاته شايف أنه رينيرا تستحق أنها تكون الملكة هذا الخلاف بين الأخوان أدى لتبعات سياسية كبيرة منها هروب رينيس الآن لدراجون ستون وأريك أخذ التاج الخاص بذي سيرس وراح لدراجون ستون وسلموا رينيرا واللي الآن تم إعلانها ملكة أخرى داخل وسترس شاهد أنه موضوع أنه عندنا أخوين توأم كل أخ بيساند جهة مختلفة فريق مختلف هذا الشي أثر على الأخوين شاهدنا في الحلقة السابقة كيف أنه دايما كان يشكك في إيريك وولاء إيريك وفي الحلقة الثانية بنشوف أنه كريستين كول بيبتز ويشكك في وولاء إيريك عشان يخليه يعمل اللي يبغاه وهذا التشكيك وهذا الولاء لفريقين مختلفين أدى لوفاة الأخوين وحنجيها بعد شوية فتماما زي حلقة التاسعة من الموسم الأول في الحلقة الثانية من الموسم الثاني برضو حيصير عندنا خلاف داخل المجلس الأخضر لأنه داخل المجلس الآن تقريبا انقسمنا نصين النص الأول في الأوتو هايتاور وأليسنت واللي بيفكروا في السياسة أولا شقة الثانية والقسم الثاني عندنا إيغون وأي شخص يبغى يكسب ولا إيغون وإيغون حاليا ما يفكر غير في الدم والانتقام فلو بدأنا بالسياسة حنشوف أن أوتو هايتاور وكالعادة ذكي يعرف يحسبها داخليا وخارجيا أوتو هايتاور بيقول مقولة حلوة جدا أنه موت جهيرس الطفل يعادل ألف مقاتل في ساحة المعركة ويقصد من ناحية الأثر وكيف ممكن أن يستغل موت الطفل جهيرس من جهتين أولا جهة الشعب وزي ما شفنا من الحلقة السابقة الشعب الآن بيعاني وبدأ يشتكي شكاوي كثيرة جدا للمجلس الحاكم معاناة الشعب نتجت لأن الحصار الآن اللي صاير على كينغز لاندي من جهة منطقة القالت من الفلاريان هذا الشي قلل الإمدادات القادمة إمدادات التجارة من أسس وبالتالي أسعار المنتجات زادت الشعب الآن متضرر بسبب سياسة العائلة الحاكمة هايتاور أول شي يفكر فيه هو استغلال موت هذا الطفل لكسف تعاطف الشعب وفعلا تصير مراسم العزاء ونشوف شخص ماشي ويردد كلام حيكون له أثر كبير على الشعب رينيرا قاتلت الأطفال ومدعية الخلافة وهو ما قال قاتلت الأطفال قاتل كين سلير نشوف أنه الشي هذا نجح مع الشعب نجاح باهر كيف أنه الكل وجميع الحريم وجميع السيدات وكل ما هو واقف بيتفرج على مراسم العزاء كان بيبكي مع هلينا ومن ناحية سياسية ثانية أوتوهايتاور استغل هذه النقطة لإرسال رسائل لكل العوائل اللي موجودة في وستروس لفضح رينيرا بأنها قاتلة للأطفال وبالتالي ما يثقوا فيها ولا يركعوا لها أخلاقيا ونشوف فعلا أن الخبر بدأ ينتشر في وستروس ووصل كمان لدراجون ستون والمجلس الاستشاري الخاص برينيرا من ناحية ثانية عندنا إيغون واللي بيفكر بالدم وكيف أنه إيغون شكك في ولاء وقدرة كريستون كول أنه يكون هو الحارس الملكي أو قائد الحارس الملكي عفوا وهذا الانشقاق الآن بين أوتوهايتاور وإيغون أكبر بمراحل بين الانشقاق اللي صار بين أوتوهايتاور وألسن في حلقة التاسعة من الموسم الأول لأنه الآن أوتوهايتاور صح أنه كسب تعاطف الشعب وعمل مراسم العزاء لكن بسبب مرارة الانتقام وإيغون يبغى الدم جاء خبر من لاروس أنهم قبضوا على بلد واللي شافوا معاه الآن رأس الطفل فيروح وقبل ما يقتلوا يعرف أنه عنده شريك وهو صائد للجردان فيقتل بلد ويروح يقتل كل صائدين للجردان اللي بيشتغلوا داخل المملكة مو بس يقتلهم ويعلقهم وسط المدينة فإذا الشعب أوتوهايتاور قدر أنه يكسر تعاطفهم في البداية الآن هو بتسبب تصرف إيغون وخسر تعاطف الشعب كاملة اللي بيبين قد إيه أنه ملكهم غير عادل ما قتل شخص واحد قتل عدة أشخاص وهو اللي يبغاه واحد فتخيل ردة فعل الشعب الآن اللي هو أصلاً بيعيش تحت بقود اقتصادية وبيموت جوع بسبب ارتفاع الأسعار زيد عليها الآن ملك بالم فالنتيجة كانت واحدة من أجمل المواجهات اللي صارت في الحلقة وبالمناسبة حلقة هذي مليانة مواجهات مواجهة أوتوهايتاور مع حفيدو مع إيغون وبيقوله أنه غبي هذي ذكرنا الحلقة السابقة كيف أنه لارس قدر أنه يزرع فكرة في رأس إيغون أنه يغير الهاند يغير أوتوهايتاور أوتوهايتاور والهاند بدا كينغ ويد الملك لثلاثة ملوك سابقين هو يحتاج يجدد هذا الموضوع وما يكون لعبة زي في سير اسمك اللعبة للهاند بدا كينغ هذا الشي اللي خلي إيغون يعمل قرار كارثي وأنه يسحب الهاند بدا كينغ وهذا المنصب من أوتوهايتاور ويعطيه لكريستن كول قرار كارثي بمعنى الكلمة مو محبة في أوتوهايتاور ولا لأنه سياسي محنك وهذا حقيقي لكن لأنه كريستن كول ما يصلح لهذا المنصب أساسا غير أنه حلقة بعد حلقة بيزيد فساد أتكر مع بعض أهم تصرفات كريستن كول السيئة من الموسم الأول للآن وقع في حب ريميرا ولما نواجهته وقاتله نكمل مع بعض زي ما إحنا قل له أنا مستعيل أعيش كعاهر للملكة طب الآن أعيش مع أليسنت عاهر للملكة قرنه دائما يتصرف بغضب وما يقدر يتحكم في تصرفاته قتل هذه الشخصية اللي اسمها جوفري اللي كان حبيب لينار ما شفنا بالضبط الش اللي دار بينهم بس الواضح إنه جوفري قل له كلمتين خلتنه يتنرفز وهذه النرفزة أدت إنه يكتل واحدة شخصية نبيلة بطريقة وحشية بس عشان نستفزوا بالكلام غير أن بعد ما مات فيسيرس واحد اللي موجودين سيد النقود اللي اسمه بيزبري بدأ يشكك في الموضوع يشكك في مقولة إليسنت أصلا إنه الخلافة الآن راحت لإيغون وبيشكك في كيفية وفاة فيسيرس أساساً هذا خلا كريستن كول يقدم منه ويجلسه بالقوة لدرجة إنه يكتله فهذا الشخص سريع الغضب صعب تتحكم في تصرفاته غير أنه يدعي النبل وثقافة الفرسان هو بعيد كل البعد عنها في الحلقة الثانية هي أسوأ التصرفات الممكنة اللي صدرت من كريستن كول إنه في هذه الحلقة إيغون بيواجهه إنه أنت فين قائد الحرس الملكي فينك وولدي بيموت واضح إنه كريستن كول هذا الكلام أثر فيه بشكل كبير خصوصاً هو شايف الملابس والسريرة الخاص لولد الصغير وكيف الدم موجود عليها فبدل ما يتحمل مسؤولية أفعاله بدل ما يتحمل مسؤولية إنه كان نايم مع أم الملك يروح ويشكك في أريك واللي كان أكثر شخصية مواية للملك هو من الأحداث الموسم الأول فيقلب الطاولة على أريك ويبتزه إنه يروح ويتنكر بشخصية أخوه عشان يكتر رينيرا وهذه المشكلة مع كريستن كول تصرفاته دائماً لحظية وأرعن والمشكلة الآن إنه إيغون ما شاف مشكلة في هذا التصرف بالعكس كافأوا وخلى الهاند في كينغ فالمجلس الأخضر الآن وموازين القوة انقلبت بالكامل تحبهم تكرههم على الأقل المجلس الأخضر كان متوازن عندنا اللي يفكر بالقوة عندنا اللي يفكر بالسياسة عندنا الشخص الغني وليقدر يمد بالفلوس من المنطقة الغربية لكن الآن ومع خروج أوتو هايتاور ووجود كريستن كول ووجود تفكير إيغون اللي بغي يحكم بقفضة اليد وقفضة السلاح ووضع تغير بالكامل من ناحية ثانية بالنسبة للخضر نكتشف إن أوتو هايتاور الآن بيقول إنه أليسنت عندها ولد موجود في الأول تاون ما سبقوا في المسلسل تكلموا عن هذا الولد سابقاً فإيش حيكون دور الولد في موازين القوة للخضر؟ من ناحية ثانية علاقة أليسنت وكريستن كول ما زالت مستمرة هذا خطر على المجلس ككل من ناحية ثالثة كيف لاريس اللي زرع فكرة تغيير الهاند في كينغ حيتقبل إنه مو هو اللي صار الهاند وإنه كريستن كول هو الهاند هل حيفضح الآن كريستن كول أمام إيغون إنه بينام مع إيليسنت؟ خصوصاً عنده جواسيس في كل مكان وقد سبقوا لمح لإيليسنت إنه هو عارف لكن أكتر شخصية كانت محبطة بالنسبة لي عند الخضر هو أيمند أنا الشخصية كنت من الناس اللي أتوقع إنه أيمند هيكون أول الأشخاص اللي تصرفوا بسبب وفاة طفل أخوه لكن على العكس إنه يشوفوا بلحظات بسيطة ومشاهد قليلة وكلها لحظات ضعف ولن هو ندمان على موت لوك وهذا الشي ما يتلام فيه لأنه من الحلقة السابقة شفناه هو موجود على بيغا كيف كان مصدوم ما كان فرحان إنه قتل لوك لكن من ناحية ثانية غرور أيمند ما زال موجود فهو فرحان الآن إنه راسه براس دايمن راسه براس عمه اللي شايفه قدوة فهل هذه القدوة هتكون سبب لإنقلاب أيمند على أخوه أو العكس؟ لأنه ممكن يقلب على أخوه عشان يكسب إحترام القدوة أو يحاول إسقاط القدوة عشان يكون هو المتفوق في هذه العلاقة المناسبة المرأة اللي شفناها قاعدة مع أيمند هي السيدة بيت العهر ذا واللي سبق كريستم كول وايمند راحوا وهما بيدوروا على أيمند راحوا ودقوا عليها الباب جاء الوقت الآن ننتقل للسود نروح لدراغنستون لما نيجي الخبر الآن للمجلس الاشتشاري نلاحظ أنه فيه شك نوعا ما أنه فعلا رينيرا هي اللي أمرت بقتل هذا الطفل ليه صارت تدافع عن نفسها أنه مستحيل يعني ومحا أكتو طفل صغير وطفل هلينة دونن عن البقيل وهلينة زي ما شفنا درويشة وطيبة لكن فيه شخص تحديدا كان بيشكك وما أظن التشكيك هذا من فراغ وممكن نشوف مع الوقت هل التشكيك هذا يعني أنه هو مو واثق في رينيرا برين المجلس الآن بيشرح نفس الكلام اللي قلناه ونفس الخطة اللي عملها أوتو هايتاور وكيف أنه وضعها الآن أمام باقي العوائل صعب الكل مصدق أنه هي اللي قامت بعملية الاختيال لكن مشكلة السود الآن مختلفة عن المجلس الأخضر مجلس الأخضر عندنا العديد من المواجهات والعديد من المشاكل بين عديد من الأفراد هنا المشكلة الأساسية برينيرا وبين دايمن واللي بعد ما تكتشف أنه دايمن هو اللي ورا الموضوع يبدأ بينهم مواجهة وخلاف جميل جداً خلاف يبين أنه على الرغم من حب رينيرا لديمن لكنها ما زالت غير واثقة فيه هي ما زالت مشككة أنه دايمن راضي أنها تكون ملكة وأنه ما زال ناقم أنه ما صار هو الوريث لفيسيرس فهي تتهمه أنه هو تزوجها عشان يعمل الحروب وأصلاً حتى لما كانت بتولد هو سابع عشان حرب وهو بيقول له أنت ضعيفة زي أبوكي بيسيرس وما يهمكم الحروب أصلاً حوار نتج عنه خروج دايمن الآن من دراغونستون على ظهر التنين ونعرف من حوار رينيس وزوجها أنه هو الآن متجه بالتأكيد على فين على هارنهول هذا اللي يسوي دايمن أول ما يختلف مع أحد ماسك السلطة يروح ويثبت وجوده بأنه يحصل على مكانه أو على منطقة معينة زي ما سوى مع بيسيرس لما صار الخلاف بينهم اتجه الستيبستون وخلاها تركع لبيسيرس فالآن هو متجه على هارنهول عشان يعمل نفس الشيء فالآن ويسترس زي ما شفنا من البداية منقسمة لقسمين مع الخضر أو مع السود والخضر نفسهم منقسمين لعدة أقسام والسود الآن منقسمين على الأقل بالرينيرو وبنديمن فهذا النزاع وهذا الانشقاق في الأخير حيكون في مصلحة أي فريق مع نهاية الحلقة نشوف نتيجة أولية لهذا الصراع في أنه أريك يتجه لقتل أخوه على الرغم أنه مجلس الاستشار الأخضر وملكه الموافق على عملية الاغتيال هذه من ناحية ثانية بسبب الخلاف اللي صار بين رينيرا وبين دايمن فهما هو موجود الآن عشان يحميها دخل شخصي بيختالها لغرفة نومها كيف هتاخد هذا الموضوع بشكل شخصي مع دايمن أنه تركها؟ لكن نشوف أنه بسبب عفو رينيرا لميساريا ميساريا تكون السبب أنها تكتشف وجود الأخ ودخول الأخ الآن للجزيرة الدراجونستون وتقدر أنها تبلغ إيريك اللي يجي في آخر لحظة ويتقاتل مع أخوه الجدير بتذكر أنه ميساريا في الحلقة السابقة لما لقاها إيريك قالت له أنه آخر مرة شفتك كنت مع أخوك تلميحة للحلقة التاسعة من الموسم الأول فهذا هم شيء صار في الحلقة انقسام الفرق واختلال موازين القوة سواء عند الخضر أو السود فخلونا نتكلم الآن على أمور متفرقة كثيرة صارت في الحلقة أثناء عمل مراسم العزاء نشوف شخصيات السايلنس سيسترز هم اللي كانوا يخيطوا رأس الطفل تمهيدا لمراسم العزاء السايلنس سيستر سبقوا وتكلمت عنهم قبل كده هم متابعين لديانة السبعة واقسموا بالولاء لشخصية الغريب أحد أشكال الديانة السبع المهتمة والمتعلقة بالموت عشان كده في أي حالة وفاة هتلاقي السايلنس سيسترز موجودين من أيام جيم الفترونز وحتى في بيت التنين في هذه الحلقة نشوف تحطيم أيغون لنموذج بلاريا اللي قاعد يسوي ويبني بسيرس على مرس سنوات قبل ما يموت وتحطيم آخر أثر لبسيرس هو انتهاء عهد وبداية عهد جديد انتهاء عهد السلام اللي كان مع بسيرس عرغم أنه كان ضعيف لكنه فعلا كان ملك سلام وقدر أنه يحافظ على مملكة من غير أي حروب وبداية عهد جديد الآن مع أيغون اللي بيحطم كل شيء كناية على بداية الحروب في وستروس أليسنت في حالة تخبط كبيرة بين دينها وبين تصرفاتها شو قد إيش كانت حاسة بالدمب أول شي فكرت فيه بعد وفاة حفيدها إنه سبب دمبها وإنها عاقبة ربانية لكن لما حاولت تعترف لأبوها صدها واصلا نحن شايفين إنه أبوها كان شاكك فيها وشاكك في كريستن كوم لحلقة السابقة كيف شافوا هم جايين مع بعض فروح ماكا إنه عارف شي يجيبيني للأول حاجة أنا ما حبيتها أبدا إنه هذا الإحساس بالدمب كنت حاب بأنه يزيد كنت حاب بأنه يستمر أو على الأقل إنه تدخل في منطقة رمادية تبدأ تتساءل على هذا الإحساس هل هو حقيقي أو لا لكن مع نهاية الحلقة البساطة رجعت لكريستن كوم هذا التخبط في شخصية إليسنت أبدا معاجبني نشوف إلينا في الحلقة السابقة كيف كانت بتخيط أحد الملابس أو لحاف معين أثناء دخول أيغون أنا ما كان بيسأل عن ولده لما قالت له إنها خائفة من الجردان نفس هذا اللباس أو هذا اللحاف اللي كانت بتخيطه هو اللباس اللي لحفت بي ولدها أثناء مراسم العزاء الحلقة السابقة شوفنا أحد الحدادين بيطالب الملك بالفلوس الخاصة بتصنيع الأسلحة في الحلقة الثانية بنشوف الحداد مرة ثانية بنشوف في بيته مع بنته المريضة ومع زوجته وبينتكلموا على الأسعار وعلى صعوبة الحياة الآن في كينغز لاندين شاهد إنه مرته هذه أو السيدة اللي كانت معاه في البيت شفناها كمان أثناء مراسم العزاء وتسليط الضوء على الحداد وعلى مرته وعلى وضعهم ممكن إنه بيستخدم كأداء لشرح صعوبة حياة الشعب في كينغز لاندين أو تمهيد لاستخدامهم في أمر معين مستقبلا هارن هول ومن الحلقة السابقة هي محل استفهام نوع المالة تحت الانطباع إنها تحت عائلة سترونغ إنه في الأساس يتابع لعائلة سترونغ وبعد موت أبو وأخو لارس اللي هو قتلهم أتوقعت إنها تكون تحته لكن بحكم إنه هو الآن موجود في كينغز لاندين وموجود في خدمة الملك أتوقع إنه في شخص آخر الآن متحكم بهذه القلقة فخروج دايما الآن من دراجون ستون والتوجه للهارن هول حيؤدي إلى مواجهة من نوع معين وهارن هول تحديداً لها تاريخ طويل مع التنانين شفنا في الحلقة السابقة لما اندخل وكان موجود في هذه القاعة نظر على الجدار وشف لوحة كبيرة لقلقة وتنين بيحرقها هذه هي هارن هول هذا المشهد هو مشهد حرق إيغون الغازي لقلعة هارن هول أول ما وصل على ويستروس ومن وقتها يقال إنه قلعة الهارن هول عبارة عن قلعة ملعونة هذا الشيء اللي اعتمد عليه لارس لما نموت أبوه وأخوه حرقاً داخل القلعة إنه الناس تقول يس القلعة ملعونة عشان كده ماتوا داخل القلعة وزي ما شرحنا الحلقة السابقة هارن هول مكانها استراتيجي جداً هي أول قلعة حتواجه أي شخص جاي من الشمال في اتجاه كينغز لاندين وهي أول قلعة قريبة لمنطقة الريفرلاند التابعة للتالي وإلى الآن عائلة التالي ما نحن عارفين هما في صف الخضر أو في صف السود فالحصول على قلعة الهارن هول مفيد جداً للفريقين نشوف إنه رينيرا الآن بدأت تصير أكثر خوف على أولادها الباقين نشوف إنه جيس أو جيسي ولدها الكبيرة الآن وهم جايين بيخططوا على الأحداث وجاهم خبر وفاة الولد الصغير في كينغز لاندين ويطلب منها إنه روح بالتنين الخاص لي ويراقب كينغز لاندين لو قاموا بقى يتصرف ويجي يحذرهم لكنها ترفض طلبه على النقيض تطلب من خطيبة بيلا بنت ديمان تقوم بنفس الشي إنه تاخد التنين الخاص فيها وتروح وتراقب كينغز لاندين لو صار شي لبيلا الآن هل ولدها هيقلب عليها؟ لأنه طلب منها نفس الطلب ورفضت وحطت خطيبته في خطر أو الأسوأ ممكن يكون ردة ديمان اللي هو أبو بيلا الحلقة الثانية نشوف شخصية اسمها ألن واللي عرفنا من أحداث الحلقة السابقة إنه هو أنقذ السي سنيك ونشوف الآن شخصية ثانية اسمها آدم وبيتكلموا مع بعض ومفهوم كلامهم إنه ستي سنيك المفروض الآن إنه ممنون ومدين لهم أو مدين لألن الآن مواضح دورهم في القصة بس واضح إنه تمهيد لشيء معين خصوصا تكرار موضوع إنه مدين لهم السي سنيك ونشوف قبل نهاية أحداث الحلقة الثانية نشوف هذا آدم موجود جهة البحر ونشوف تنين السي سموك بيدور فوقه هذا التنين تابع لي لينور الشخصية اللي هربت في أحداث الموسم الأول وهذا التنين الآن بلا قائل نشوف إنه رينيرا تاخد كتاب عن التاريخ أول صفحة من صفحات الكتاب نشوف إيغون الغازي وتحته بنتين عبارة عن زوجتي وأختتي فينيسيا ورينيس الصفحة اللي بعدها نشوف فينيسيا ويراك باعلى بيغار الصفحة المقابلة فيه كلام لكن مذكور فيها حربة دورن الأولى وهذه الحرب المقصول فيها هي الحرب اللي قام بيها إيغون الغازي ضد مملكة الدورن اللي موجودة جنوب ويستروس والجدير بالذكر إنه إيغون الغازي قدر يصيدر على كل الممالك وعلى الرغم إنهم يقولوا عليه ملك الممالك السبعة لكنه إلى الآن وإلين أحداث الهاصر دراغن ما حتقدر يستولي على مملكة دورن وحرب دورن الأولى اللي كان فيها إيغون الغازي نهزم فيها ومو أول مرة نشوف رينيرا مع الدورن تحديدا سبق وشفناها في أحداث في الموسم الأول وهي بتتكلم مع أليسنت جاء بصيرة ملكة اسمها نيميريا وهي من أوائل الملكات اللي حكموا دورن فترة طويلة أعترف لكم بشغلة أثناء القتال بين إيريك وآريك بدينا نلقبط صح صرنا ما احنا عارفين مين إيريك ومين آريك مين اللي مع رينيرا ومين اللي مع إيغون درجة لما انفضح وصاروا الناس كلهم جايين على الغرفة قلت بس إيريك حيموت وإيريك يعمل نفسه إيريك سيناريو بيني وبين نفسي الليل انتبهت أنه يعرج ووقتي عرفت لا أنه هذا هو إيريك التابع لرينيرا لأنه إيريك أخذ جرح وهو بدافع عن رينيرا كان على الفقد فطبيعي أنه يعرج وما يقدر يمشي عليها فبالتأكيد هو إيريك دوبني فرحت أنه لأدم يحي وأنه حيكمل معانا يلقى نفسه وبكل أمان المواجهة كانت جميلة ومن أجمل المواجهات اللي شفناها في الحلقة لكن صراحة ما عشت مع الشخصيتين هذي وقت طويل كفاية أنه موتهم أو المواجهة بينهم تأثر فيه بشكل أكبر هي صدمة لحظية بس ما حتكمل ما أتوقع أن أتكمل معايا فترة طويلة على العكس لو المواجهة هذي ذات وقت متأخر مثلا عشتنا مع الشخصيتين فترة أطول كم من الممكن أنه أثر موتهم يأثر عليها بشكل أكبر خصوصا أنهم إليهم ما بيموتوا هم ما حابين بعض الأخوان وخصوصا أنه تم استغلالهم من الطرفين والتشكيك فيهم من الطرفين زي ما قلت الحلقة هذه هي حلقة المواجهات إيغون وكريستين كول إيغون وأوتو هايتاور روح إليسنت وأبوها أوتو هايتاور كريستين كول وأريك طبعا مواجهة للتوأمين زي ما تكلمنا عليها لكن أجمل مواجهة كانت ديمون ورينيرا أغلب الحوارات كانت موفقة حواريا بعض الحوارات كانت أطول من الثانية وبعضها كان أجمل بكثير من الثانية لكن الشيء المشترك بين كل المواجهات أنه الكل أبدع تمثيليا خصوصا ديمون بالنسبة لي جاءت الفرصة هو جالس وهم بيتهموا رينيرا أنه هي اللي قتلة الطفل يطالع في الكل يبغي يعترف ما يبغي يعترف أريليس بتطالع فيه نظراته كانت جدا موفقة خصوصا نما راحوا وصاروا يتواجهوا بينهم وبين بعض بعيدا عن المجلس بالكامل حبيت لحظات الغضب اللي جاية منه لأنه كنت خايف أنه ديمون الآن هيصير عبارة عن شخص مطيع هو بعيد كل البعد عن شخصيته حبيت أنه مازال متمرد من يحاب تهميش أيمد ومن يحاب كمان تهميش لارس حلقتين للآن ولارس على جنب أظرغوا منه عمل العديد من الأمور من الحلقة السابقة تخلص من مزاريا تخلص من كل الجواسيس تخلص من أبوه تخلص من أخوه قرب من أليسنت توقعت أنه هذا كله حيؤدي لشي بس الآن كل هذه التصرفات رفعت عندي الشخصية إلى الآن على الفاضي إلا لو أتصرف الآن بمعلومة نوم أليسنت مع كريستين كول عشان يحصل على لقب الهاند وزي ما قلت على أليسنت أنا زعلان على الشخصية الشخصية كان من الممكن الاستفادة منها ووضعها دائماً في المنطقة الرمادية إنه دائماً نشكك في نواياها وأفعالها دائماً ممكن الدين يسحبها لكن تتصرف بس اللحنا شايفينه هنا إنه شوية شوية هي بتروح لجهة أخرى بتخلينا ننحاز ضدها أكثر وأكثر يا رجل حتى ما شفت أي حزن كبير منها مثلاً على حفيدها وافقت على كلام أوتو هايتاور بشكل سريع إنه معمله مراسم العزا شافت ولدها بيبكي أنا حزنت على أيغون كيف أنه بيبكي فعلاً على ولده هو الآن حاسس بمشائر الفقد سابته وراحت لكريستين كول وهي الآن بتعيد العلاقة اللي صارت بين أبوها وبينها وبتسويها الآن مع أولادها عكس سيرسي مثلاً واللي كانت قريبة جداً من أولادها وتقتل أي أحد عشانهم ما زلت متخوف إنه عدد الحلقات قليل إحنا عندنا ثمانية حلقات بس حلقة ثانية تمهيداً رائعة سياسياً وشرح السياسات رائعة تكمل الحلقة الأولى وردت فعل لألي صاير أوكي برضو تمام لكن حلقتين من ثمانية راحت باقي ستة حلقات بس على عكس الموسم الأول إحنا عندنا ثمانية حلقات من موسم الثاني وليس عشرة فأنا قاعد أقنع نفسي إنه حلقتين هذي كانت ضرورية لتمهيد كل الأوضاع وإنه من الحلقة الجاية في ظن الحرب تبدأ الأحداث تكون أكثر شدة إيماني لضرورة التمهيد وضرورة وجود هذه المواجهات اللي صارت معنا في الحلقة الثانية فالتقييم للحلقة هو ثمانية من العشرات يريد تشاركوني في التعليقات واضح إنه العديد يحبوا فريق السود ومتفهم الشخصيات هناك أكثر جاذبية بالنسبة للناس اللي مع الخبر ما تحسوا إنه المسلسلة الآن بدأ منحاز أكثر عليهم بدأ يبان الجانب السي فيهم أكثر من الجانب السي اللي عند السود إريد تشاركوني موقفكم الآن من الفرقتين كان معاكم ماهر موص شفكم إن شاء الله حل في جاية